النهاردة هنعمل بقى كيكة بس بالقرف كنوع من انواع التغيير هنحتاج كبايتين ونص دقيقة محي جامل كباية سكر يفضل بني انا جايباه بني يفضل بني مش سكر ابيض محطوط عليه معلقة عسل اسود عشان يبقى لونه بني السكر البني ده سكر غير مكرر السكر الابيض خالص ده سكر مكرر وهو اسوأ انواع السكر او سكر فريكتوز اللي هو سكر الفواكه مش السكر اللي فيه اه مادة السبرتانب اوكي اه دي حاجة هنحتاج نصف كباية لبن نصف كباية زيت حاجة اختيارية بعزين دفطوه عبد الشمس عزين دفطوه نخلطه القرز حر يعني دي حاجة اختيارية هنحتاج معلقة كبيرة او باكو بيكينج فاودر هحتاج كيسين فانيليا او معلقة صميرة فانيليا واربع بطاط اهم حاجة البيت بدرجة حرارة الغرفة هنبدأ الاول بالبيت بسم الله هدو جزي مالكي هخسيت نيتي هزي مالكي تحضر بطاط البيت وحنحط طبعا الفانيليا عشان الصخورة هحتاج بقى الوزكا والمضرب وهبتدي أنزل بالسكر عايزين تضربوا بالمضرب الكهرباء اضربوا انا سهل ان انا اجيب مضرب الكهرباء واشتغل بيه وكل حاجة بس انا حتى في البيت بحب اعمل على ايدي وكمان يعني طب ما افتراضا يعني الحاجة على فكرة اهلينا زمان احلى حلويات واحلى حاجات جميلة كنا بندقها في بيوتنا ما كانش فيه حد بيشتري من برة حتى الجيران كانوا يخبطوا على بعض ويدوا البعض في عشورة يدوا في عيد يدوا في عقيقة يبعثوا البعض يعني الموضوع مش وكانوا بيشتغلوا على قديم كانت احلى كيكات وكيكة سفنجية كانت بتتعامل واكمل اكل واكمل روايح كنا بنشمها فانا ما بحبش الصراحة اضرب انا حتى العجينة يعني انا ممكن اشتغل بالعجينة عشان انجز ورايح نفسي بعد اقول طبعا انا هبهد الهدومي لا خالص اجمل حاجة ان الواحد يطلع تقف ويتحرك هو ده سبب السمنة الاساسية وسبب بوزن صحتنا ان احنا بقينا بنكسل عن كل حاجة حتى الحاجات البسيطة اللي زي دي بقينا نستسهل انا هحط الزيت نصي قباية زيت يبقى انا هحطيت اربع بدوت بدرجة حرارة الغرفة عليهم معلقة سكر بني سكر بني مش سكر ابيض عليه معلقة عسل اسوط عشان يبقى سكر بني اوكي وحطيت نصف كباية زيت كباية سكر بني انا عسل كباية سكر بني محطيتش معلقة انا حطيت كباية سكر بني هنزل دلوقتي باللبن هطبعا بنعمل المكونات السائلة وبعدين آآ ننزل بالدقيقة انا حطيت آآ نص قباية آآ لبن خالي الدسم نمسح بس هنا نمسح بس كده عشان وحيد كده يبقى هيرستغل كده المزيد ونقلب نقلب 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 تمام انا هحتاج هنا معلقة كبيرة بيكينج فودر على كبايتين ونص دقيقة قمح كامل ممكن على فكرة كيكة دي نخليها بشوفان مطحون هتبقى حلوة جدا هنحط كباية كبيرة معلقة كبيرة سوري من البيكينج فودر هنا دولة حرامي تريمون والمكون بقى بتاعي هنا هحتاج رشة ممح الرشة العادية اللي احنا بنحطها على اي حاجة ممكن نحط الكلام ده هنا عشان الزحمة ونعرف نقلب براحتنا زرة ملحة بسيطة خالص بس كده وعليها معلقة كبيرة من القرفة انا عايزة اللي يضغي على الكيكة دي هو القرفة لان هي كيكة القرفة انا بنعشاك القرفة عايزين بقى ممكن تحطوا بشرة جنزبيل كده في الهغس الايدي بس في النص كده حاجة يعني هتبقى لطيفة جدا طيب هقلب الكلام ده ونبتدي ننزل بها يبقى اربع بدغط عليهم كوباية سكر بني عليهم كيسين فانيليا عليهم نص كوباية زيت نص كوباية لبن خالي الدسم وكوبايتين دقيق عليهم معلقة كبيرة اه ارفع الريحة ما شاء الله جميلة قوي رحت الارفع بعشاءها ومعلقة كبيرة بيكينج فاودر او كيس بيكينج فاودر وزارة الملح الطبيعية اللي احنا بنحطها على دقيق في اي حاجة وهنبتدي نقول بسم الله وننزل بالراحة هنا بس اضرب 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 الاول وننزل بالراحة ونقلب هايزة بس ايه؟ بتقلب كويس خالص مش هنزل بالدقيق مرة واحدة عشان طبعا ايه ما تكلكاش ودقيق ما يكلكاش مين يجوه؟ هنزل بالراحة وبالتدريق خالص احنا ورا انا ايه؟ نمثالي كده تزيق كفاية بس ايه كده زي الفل ان شاء الله هحتاج دلوقتي معيش عشان في ايدي بس شبطوا و هنقلب هنا تقليبة بس قبل ما انزلها في القلب كويسة قوي بسم الله سوق اهم حاجة يعني ايه ما تبقاش ااا الدقيق مكلكة تأكد ان الدقيق انتزك بالمكونات السقيلة كويس ومش مكلكة هحط هنا همسح بس ده عشان شوفت نقطة مية كده مش عايزيها نمسح بقى نشف كويس خالص القلب عشان نشف كويس المية ونحط نقطة زيت وهنطوطة خالص بسم الله عشان ما تلزقش و اهم حاجة بقى ان الزيت لو زيت ما نسفهوش هنمسح اي حاجة كده احنا عايزين ندخل كل حاجة جسمية بس بايه يعني بحدود هي مشكلة دايما بتيجي من الاسراف والله الانسان يكون مصرف في حاجة هي دي مشكلة مشاكل دايما تيجي من الاسراف مش بتيجي من استخدام الحاجة ربنا ما خلق لناشي الحاجات دي كلها في الدنيا هباقا ولا عشان نسيبها ونحجرها بسم الله بس انا هسيب ايه مش هاملة طبعا القالب عشان هدي آآ فرصة ان الكيكا هتنفخ فهتملالي القالب عالاخر مايتنفخش قوي وهنمسح من هنا عشان ما تتحرقش في الفرن مننا وتضيقنا واحنا بنغسل وهنحطها في الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة آآ خمسة وعشرين زقيقة وهنشت هنبص عليها بخلة السنان التوتبك آآ لو طلعت نظيفة يبقى هي آآ استوت لو طلعت فيها حاجة يبقى هي لسنا مستوتش ونحطها في الفرن موسيقى يلا مع بعض واحد اتنين تلين 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 بقى انخفط بسم الله ماشاء الله ماشاء الله طيب دلوقتي عندنا حاجة من حاجتين يا ام هنقسمها من نص بس هي سخنة جدا ويعني ايه انا خايفة اخاطر الصراحة بلاش صح انا هسمعك كده بلاش ممكن بقى نحط شوية كريم شانتي هنا الكريم اه يعني ايه لو سخنة هتتفرفت مني هي اصلا الموضة اللي طالع الايام دي ان الكيكس تبقى خلاص يعني تبقى بالشكل ده ما تبقاش مضغطية ببقى كريمة ومش عارف ايه هم اخرها بيحطوا شوية كريمة كده من فوق وخلاص هحط شوية بس فراولة ما جايبة فكها بقى وحركات بقى وكيوي ومش عارفة ايه بقى ابسط حاجة عندنا يعني ايه مش محتاجين نحط حاجات مكلفة وغالية شوية فراولة زقونانين مش هيكلفوني حاجة ان شاء الله يعني وهتبقى حاجة جميلة ولطيفة للولاد احط اه احط الكيوي هنا بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة